شؤون عقيدة التوحيد الشأن الأول الشأن الأول أعنونه التأسيس إنها الأسس الفكرية العقائدية التي سننطلق منها في أجواء عقيدة التوحيد بحسب ثقافة العترة الطاهرة تذكروا من أننا نبدأ من هنا من هذا القانون من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد التأسيس الأسس الأسس الفكرية المعرفية التي سننطلق منها الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من الكاف من الكاف الشريف لشيخنا الكوليني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران هذا هو الجزء الأول صفحة 116 الحديث الثامن عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخاطبني ويخاطبكم يخاطب ابن آدم فيقول صادق العترة صلوات الله عليه يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبعه من الطيور الجوارح التي تأكل كثيرا من اللحم يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبعه وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطا خرق الإبرة يعني ثقبها لو وضعت إبرة وهي مثقوبة في رأسها ووضع ثقبها على عين الإنسان الرائي لاختل بصره واضطرب نظام الرؤية عنده فلن يرى بشكل واضح وبشكل طبيعي بسبب هذا الحاجز الذي لا قيمة له الذي وضع أمام عينه يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبعه وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض بهذه الإمكانات المحدودة التي تمتلكها تريد أن تعرف ملكوت السماوات والأرض وما قيمة ملكوت السماوات والأرض إذا أردنا أن نتحدث عن الله ملكوت السماوات والأرض شأن مخلوق من تجليات المخلوق الأول من تجليات الكلمة الأتم من تجليات الحقيقة المحمدية فما قيمة ملكوت السماوات والأرض إذا كان الحديث عن الله فنحن عاجزون عن الإحاطة بشأن من شؤون خلقه فكيف سيكون الحديث عنه سبحانه وتعالى يابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبع وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض القلب عنوان وإشارة للقدرة التي يدرك بها الإنسان ما هو خارج الحواس وأما البصر فهو عنوان وإشارة لما يدركه الإنسان بحواسه مدركات الإنسان هناك مدركات عقلية يدركها الإنسان بعقله وهناك مدركات وجدانية يدركها الإنسان بوجدانه أما أما عنوان القلب فتارة يطلق على العقل وتارة يطلق على الوجدان وهناك من المدركات من المعلومات التي يدركها الإنسان عبر حواسه فهناك حسيات عبر الحواس وهناك وجدانيات كالعواطف مثلا كالأفراح والأحزان ما هو برزخي ما بين ما هو عقلي وما هو حسي فالحزن والفرح هذه معاني برزخية لا تقع في الحد العقلي ولا تقع في الحد الحسي فهي وجدانية تدرك بالوجدان فالإنسان يدرك بعقله ما هو عقلي ويدرك بوجدانه ما هو وجداني ويدرك بحواسه ما هو حسي ومصطلح القلب في ثقافة العترة الطاهرة في بعض الأحيان يطلق على العقل وفي بعض الأحيان يطلق على الوجدان وهذا أيضا في الكتاب الكريم لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل الدقيقة أعود إلى الرواية يابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبعه وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول هذه حدودك يا ابن آدم فعليك أن تتدبر وأن تتفكر وأن تتفهم وأن تتعلم بحدود قدرتك الإدراكية إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول كما تدعي من أنك تستطيع أن تحيط علما بملكوت السماوات والأرض وإلى رواية أخرى لكن لا بد أن تلتفت من أن الرواية حين تحدثت عن ملكوت السماوات والأرض إنها لا تتحدث عن الجانب المادي المحسوس الملكوت هو عالم ما وراء المادة وما جاء به الإمام مثالا بخصوص النظر إلى الشمس إنه مثال حسي على سبيل التقريب فالأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه أخرى لا بد أن نلتفت إلى هذه الحقيقة فمثال الشمس ما هو مثال نقيس عليه كل الحقائق إنما هي لقطة مجتزأة من مثال حسي واقعي نحن لا نستطيع أن نفتح أعيننا بشكل مباشر وننظر إلى عين الشمس إلى قلب الشمس التي هي آثار ضوئها هذا الضوء الذي يتجلى إلينا عبر الغلاف الغازي الهائل الذي يحيط بالأرض ويشكل مجموعة هائلة من الفلاتر فيما بيننا وبين الشمس مع بعد المسافة الهائلة فيما بين أرضنا وبين الشمس لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار كل هذه التفاصيل حتى نستطيع أن ندرك مضامين هذا المثل إنه مثل حسي يقرب من وجه ويبعد من وجوه كثيرة في صفحة 119 إنه الحديث السابع بسنده عن عاصم بن حميد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو يقول عاصم بن حميد يقول ذاكرت أبا عبد الله إمامنا الصادق فيما يرون من الرؤية من هم الذين يرون المخالفون المخالفون يعتقدون بالرؤية الحسية إن لم يكن في الدنيا ففي يوم القيامة وأما في الدنيا فهناك منهم من يعتقد وفقا لمرويات في كتبهم من أن الله يتجلى في غلام بالتفاصيل التي يذكرونها في كتبهم ويمكن للناس أن يروا الله بصورة ذلك الغلام بالنتيجة في ثقافة السقيفة بني ساعدة هناك اعتقاد بالرؤية الحسية في يوم القيامة وهناك منهم من يعتقد بأن الرؤية الحسية يمكن للإنسان أن ينالها عبر رؤية الله في صورة غلام ينزل إلى الأرض بغض النظر هل هم لازالوا على هذه العقيدة هل صححوها لا شأن لنا بهم فهناك منهم من لازال على هذه العقيدة وهناك من صحح عقيدته بحسب قواعد علم كلامهم الذي يستنبطون وفقا له عقاعده أعود إلى الرواية عاصم ابن حميد يقول ذاكرت الصادقة المذاكرة قد تأتي بمعنى المناقشة وقد تأتي بمعنى فتح الحديث والمحاورة وما يقرب من ذلك نذهب إلى فاصل عاصم ابن حميد يقول ذاكرت الصادقة صلوات الله عليه فيما يرون من الرؤية من الرؤية الحسية فقال الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي الكرسي الذي وسع السماوات والأرض الإمام يشير إلى هذا العنوان وسع كرسيه السماوات والأرض الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزء من نور العرش في حديث العترة الطاهرة الطاهرة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلات صحراء واسعة ممتدة كصحراء الربع الخالي مثلا في الجزيرة العربية كالصحراء الكبرى مثلا في شمال أفريقيا صحراء ممتدة وتلقي في وسطها بحلقة كهذا الخاتم فالكرسي بكل عظمته بحسب أحاديث العترة الطاهرة بالقياس إلى العرش هو كحلقة في فلات والكرسي جزء من سبعين جزء من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزء من نور الحجاب ما وراء العرش والحجاب عالم لا نستطيع أن نتصور حقيقته وإنما حدثونا عنه والعرش جزء من سبعين جزء من نور الحجاب والحجاب جزء من سبعين جزء من نور الستر إنها عوالم الأنوار ما بعد العرش وما بعد الحجب فإن كانوا صادقين إن كانوا صادقين فيما يقولون من إمكان الرؤية الحسية فإن كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب عرض بشيء من التفصيل لنفس المضمون الذي قرأته عليكم في الرواية المتقدمة هذا أساس ننطلق منه وإذا تتذكرون فإنني في مقدماتي هذه الحلقات أعني مجموعة حلقاتي اعرف إمامك في المقدمات قبل أن أفتح الصحيفة الأولى حدثتكم عن أن النقطة التي ننطلق منها لمعرفة محمد وآل محمد وبعبارة دقيقة لمعرفة إمام زماننا لابد أن نبدأ من نقطة نعرف عندها قدر أنفسنا وبيّنت لكم من أن ثقافتهم تعلمنا الحكمة لا تكون إلا إلا حيث تكون القلوب المتواضعة المتصاغرة الذليلة في فناء محمد وآل محمد والكلام هو الكلام علينا أن نعرف قدرنا على الإنسان أن يعرف قدر نفسه كي يتمكن أن يتحرك بشكل سليم وبنحو صحيح هاتان الروايتان بمثابة إماضة تكشف لنا الطريق من هنا البداية بدايت هنا في شؤون التوحيد من هنا من هذه المضامين التي حدثتنا هذه الروايات عنها صفحة مية وصطة عش إنه الحديث العاشر بسنده عن عبد الرحمن ابن عتيك القصير قال سألت أبا جعفر يسأل إمامنا الباقرة صلوات الله عليه عن شيء من الصفة عن شيء من الصفة حديث أهل البيت حدثتنا حدثتنا باتجاهين حدثتنا عن أن الله لا يوصف وعن أن الله يوصف هل هذا تناقط ليس بتناقط إن الله يوصف بحسب ما وصف به نفسه في قرآنه قطعا في قرآنه المفسر بتفسير علي وآل علي كما بايعنا في بيعة الغدير إننا نصف الله بما وصف به نفسه ولا نصفه بحسب مداركنا كما يفعل نواصب السقيفة حيث يصفون الله بأوصاف كأوصاف المخلوقين ربما يتحدثون في زماننا بطريقة أخرى يجدون لهم مخارج من الكلام لكننا نتحدث عن زمان هذه الروايات وهذه الأحاديث فإنهم كانوا يتحدثون عن صفات لله كصفات المخلوقين عبد الرحمن ابن عتيك القصير يقول سألت أبا جعفر عن شيء من الصفة من الصفة بحسب مدارك الإنسان وبالمقايسة على صفات المخلوقين فرفع يده إلى السماء متبرعا رافضا لما يقولون فرفع يده إلى السماء ثم قال تعال الجبار تعال الجبار من تعاط ما ثم ما هناك هلك من تعاط ما ثم ما هناك هلك من تعاط وصف الله بصفات نقيسها على مداركنا المحدودة فهل أن الله يوصف يوصف بحسب ما وصف به نفسه وبعبارة دقيقة بحسب ما وصفه محمد وآل محمد من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم من هنا نأخذ التوحيد لا من العرفاء ولا من المتصوفة ولا من الفلاسفة ولا من علماء الكلام ولا من سقيفة بني نجاف ولا من سقيفة بني ساعدة على اختلاف تشققات السقيفتين وعلى تنوع تفرعات السقيفتين لا شأن لنا بكل ذلك الله يوصف نعم بحسب ما يصفه لنا المعصوم الله لا يوصف نعم إذا كان الوصف بحسب مداركنا وبالمقايسة وفقا لصفات المخلوقين عبد الرحمن ابن عتيك القصير يقول سألت أبا جعفر عن شيء من الصفة فرفع يده إلى السماء ثم قال تعال الجبار تعال الجبار من تعاطى ما ثم هلك من تعاطى الصفة بالنحو الذي يرفضه محمد وآل محمد من تعاطى ذلك هلك إلى الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئة إنه الحديث الحادي عشر بسنده عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول إن الله لا يوصف وكيف يوصف وقد قال في كتابه وما قدر الله حق قدره فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك وما قدر الله حق قدره لأنهم وضعوا قدرا لله بحسبهم وبحسبنا لا نستطيع أن نضع قدرا لله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نصفه بحسبنا وإنما نصفه بحسب ما وصف به نفسه وبحسب ما فسره وشرحه وأوله لنا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مثل ما قلت لكم في أول الحلقة التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط تذكروا دائما هذا القانون من قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم وهذا بالضبط ما أفعله الآن في هذا البرنامج وما تفعلونه أنتم أنتم لا تأخذون دينكم مني أنتم تأخذون دينكم من محمد وآل محمد أنا وسيط أنا ناقل أنا جهاز ينقل لكم هذا الحديث فهذا كلامهم وهذا حديثهم في صفحة الخامسة والعشرين بعد المئة بسنده عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق وعبد الله بن سنان شخصية معروفة ومن أعلام أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه عبد الله بن سنان يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه هكذا قال إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنها عظمته لا تدركه الأبصار الأبصار حواس وإدراكها محدود لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أعيد كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه دققوا النظر في هذه الكلمات وبعد ذلك سأكمل لكم حديث إمامنا الصادق من جواهر كلماته الشريفة هكذا يقول إمامنا الصادق إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنها عظمته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فهو محيط بكل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار حين أقول هو محيط بكل شيء لا أتحدث عن إحاطة حسية إنها إحاطة العظمة الإلهية إنها إحاطة الجبروت السبحاني هذه الإحاطة التي أشير إليها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث لأننا إذا وصفناه بوصف يكون جوابا كيف هو الله صار مخلوقا فإننا حينما نتحدث عن الكيفية هنا نعتمد على مفردات في أذهاننا وعلى مفردات في تصورنا وعلى إشارات ورموز في واقع خيالنا وكل هذا مستقن إما من أنفسنا وإما مما هو حولنا إنها شؤون المخلوقين وفي ضوء ذلك نبدأ نشكل وصفا له سبحانه وتعالى من هنا نحن لا نستطيع أن نصفه بهذه الطريقة وبهذا الاتجاه ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيفا فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف والمراد من الكيف هنا هي حالة المخلوق فيما تحدد كيفيته حدود أوصافه وخصائص طبيعته فتلك هي كيفية المخلوق وهذا هو الكيف الذي يشير إليه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكيف أصفه بالكيف إنها حدود أوصاف المخلوق إنها خصائص طبيعته هذا هو كيفه كيف المخلوق وكيف أصفه بالكيف فكيف أصف الله بمثل هذا الوصف وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيف فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين الأين والإشارة في الأين إلى المكان إلى الجهة التي يكون فيها الكائن المتكون بالكيفية المتقدمة أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين الأين والأين لا تشير إلى المكان فقط لكن المكان هو العنوان الأول فهي تشير إلى الزمان أيضا فالأين أين مكان وأين زمان بمعنى متى أم كيف أصفه بأين وهو وهو أين الأين حتى صار أين فعرفت الأين بما أين لنا من الأين إنها قوانين العالم الذي نعيش فيه فهناك المكونات التي كونت ولها أوصافها ولها كيفياتها ولها طبائعها وهي التي تكون في وعاء المكان وفي وعاء الزمان وهذه المكونات لا تنفك عن مكانها وعن زمانها وللأمكنة قوانينها وسننها وللأزمنة كذلك فالذي كون الكون هو سبحانه وتعالى وكيفه وأينه وحيثه فكانت لهذه المكونات من الحيثيات في كل اتجاه من اتجاهاتها وفي كل بعد من ابعادها حتى في ابعادها المعنوية فابعادها المعنوية مقيدة بطبائعها المادية وليس هناك من انفكاك فيما بين خصائص حالاتها المعنوية وخصائص حالاتها المادية فكل ذلك محكوم بقواعد الكيف وسنن الأين وطبائع الحيث أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيث الحيث حتى صار حيث إنها الجهات المتعددة في كل كائن علاقته مع الكائنات التي تحيط به الجهات التي تحيط به حيثية ظاهره إلى باطنه وحيثية أجزائه التي يتركب منها كله تلك هي الحيثيات وهو الذي حيث الحيث حتى صار حيثا فعرفت الحيث بما حيث لنا من الحيث فالله تبارك وتعالى داخل في كل مكان وخارج من كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا إله إلا هو العلي العظيم وهو اللطيف الخبير أعيد قراءة الرواية بشكل كامل من دون أن أقف عند عبائرها فلقد شرحتها بما تيسر لي بحسب المقام وضيق الوقت وهذه المضامين ستتكرر عندنا وسأقرأ عليكم من الروايات ما يكشف لكم الصورة بأفضل ما يمكن أن تكون من الجهة العلمية والمعرفية والعقائدية قطعا عبد الله ابن سنان يحدثنا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أنه قال إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنها عظمته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيف فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين الأين حتى صار أين فعرفت الأين بما أين لنا من الأين أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيث الحيث حتى صار حيث فعرف فعرفت الحيث بما حيث لنا من الحيث فالله تبارك وتعالى داخل في كل مكان وخارج من كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا إله إلا هو العلي العظيم وهو اللطيف الخبير فسبحان من هو هكذا لا هكذا غيره نذهب إلى فاصل لازلت أقرأ عليكم من الكافي من كافي الكلين رضوان الله تعالى عليه في الحقيقة لا أعرف كتابا أفضل من الكافي الشريف وأتحدث عن الجزء الأول عن كتاب التوحيد في الجزء الأول من الكافي الشريف لا أعرف بحد معلوماتي كتابا في عقيدة التوحيد أفضل من هذا الكتاب حيث اختار لنا ماذا أقول جواهر الحديث لآل الحديث إنها أحاديثهم كما وصفوا كلامهم بحسب قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور كلامكم نور هو هذا هو هذا الذي جمعه الكليني رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في الجزء الأول من الكافي الشريف مثل 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 ما قلت لكم بحدود معلوماتي وبحدود تتبعي لا أعرف كتابا أفضل من هذا الكتاب ولذا أستخرج لكم كلماتهم النورية الشريفة في أجواء التوحيد من طوايا هذا الكتاب الذي بين يدي صفحة 119 بحسب الطبعة التي أشرت إليها الحديث السادس بسنده عن أب الحسن الموصلي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جاء حبر الحبر هو عالم اليهود هو فقيه اليهود ما هو معروف في أيامنا هذه بالحاخام وما هي بتسمية جديدة ولكنهم لا يقولون أحبار شائع في زماننا حاخامات جاء حبر جاء حاخام جاء حبر إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته أجابه إمامنا الصادق فقال فقال أمير المؤمنين ويلك ما كنت أعبد ربا لم أره الحبر اليهودي هكذا سأل الأمير هل رأيت ربك حين عبدته أجابه الأمير ويلك ما كنت أعبد ربا لم أره فقال الحبر وكيف رأيته فقال الأمير ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار إنها مدارك المخلوق المحدودة ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان الإمام هنا لا يتحدث عن القلوب التي هي العقول ولا يتحدث عن القلوب التي هي الوجدان صحيح العقول في مستوى من مستويات إدراكها تثبت وجود الله وتثبت وصف الكمال له وكذا القلوب التي هي بمعنى الوجدان لكن الأمير يتحدث هنا عن البصائر والبصائر هي موطن العقائد الحق سيأتينا الكلام عن هذه النقطة المهمة في الحلقات القادمة فالقلوب أيضا في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة تطلق على البصائر قبل قليل قلت لكم من أن القلوب تطلق على العقول وعلى الوجدان وتطلق أيضا على البصائر مثل ما جاء في هذه الرواية فلما سأل الحبر اليهودي أمير المؤمنين وكيف رأيته كيف رأيت ربك سؤال الحبر اليهودي عن الكيف الذي حدثتكم عنه قبل قليل إنها حدود الأوصاف بحسب نهايات تكوين الكائن إنها خصائص طبيعته طبائع تكوينه ملابسات وعائه الزماني والمكاني قال وكيف رأيته قال ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان الإيمان ليس علما الإيمان إدراك من سنخية أخرى لا نستطيع أن نجعل الإيمان علما نعم جذور الإيمان علما علم لكن الإيمان حين يشرق في القلوب بحقائقه في مستوى البصيرة لا أتحدث عن العقل المجرد ولا أتحدث عن الوجدان المجرد عند الإنسان قطعا الحواس لمت خلية لها هنا في مثل هذا الحديث الحواس مبعدة الحواس قد تكون طريقا لتأسيس قاعدة معلومات يمكننا أن نأخذ منها أمثلة حسية لتوضيح بعض المطالب المعنوية والغيبية العميقة يمكننا في بعض الأحيان وقد مر علينا كيف أن الإمام صادق جاء بمثال حسي يتحدث عن الشمس وضوئها وعدم قدرة عيوننا أن تواجه ما يصل إلينا من ضوء الشمس من دون حواجز وحواجب ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان هناك علم هناك معرفة وهناك إيمان قد يلتقي عنوان المعرفة مع عنوان الإيمان وقد يفترقان وقد يفترقان وقد يفترقان لأن الإيمان يتسامى حتى على المعرفة في معناها الأول لا في درجاتها العالية في درجاتها العالية المعرفة أعلى درجات الإيمان لكن هذه المعاني على مراتب تمييزها بحاجة إلى دقة متناهية بشكل إجمالي أقول لكم العلم صورة عن المعلوم تنطبع في الذهن تنطبع في العقل البشري قطعا هذا المصطلح العقل قد يطلق على ذهن الإنسان والمراد من ذهن الإنسان مركز التفكير عند البشر ومجمع صور المعلومات مظهره الجسدي هو الدماخ ومظهره المعنوي طاقة العقل في روح الإنسان حين أتحدث عن مظهره المعنوي بالقياس إلى المظهر الحسي المادي وإلا فإن الروح ما هي بحقيقة معنوية مجردة المعنويات منها ما هو مجرد ومنها ما هو ليس بمجرد الروح تتواصل مع الجسد بحيثية من الحيثيات لا أريد أن أدخل في تشعبات الحديث هذا فهذا كلام سيطول أعود إلى العلم فالعلم صورة عن المعلوم تنطبع في الذهن قلت لكم قد يطلق العقل على الذهن البشري وقد يطلق على تمام قدرة الإنسان الإدراكية بما فيها ما يدركه الإنسان بحواسه وما يدركه الإنسان بوجدانه وحتى إذا ما ترق الإنسان وكان من أصحاب البصيرة فما يدركه ببصيرته يكون منضويا تحت عنوان العقل وهذا الاستعمال ورد في الكتاب الكريم وورد في أحاديث العترة الطاهرة فالعقل يطلق على الذهن على طاقة التفكير في الروح التي تتجسد في الدماغ في دماغ الإنسان مثلما طاقة الوجدان في الروح تتجسد بالقلب الذي يكون محفوظا في القفص الصدري أنا لا أريد أن أذهب إلى تفاصيل خلقة الإنسان لكن العقل يطلق على الذهن البشري ويطلق على تمام القدرة الإدراكية بما فيها ما هو في الذهن البشري ما هو في الوجدان البشري وما يدركه الإنسان عبر حواسه هناك ما يسمى بالحس المشترك أيضا هذه العناوين والمصطلحات منها ما هو فلسفي محط ومنها ما هو عرفاني محط ومنها ما هو قرآني وما هو حديثي وقد تلتبس الأمور إن لم أوضح هذه المصطلحات لكنني سأبينها بشكل تدريجي عبر الحلقات التي سأعرض فيها هذه الصحيفة أعني الصحيفة الخامسة فالعقل قد يطلق على الذهن البشري وقد يطلق على قدرة الإدراك التي تجتمل على الذهن البشري والوجدان وما يدركه بالحواس وقد يطلق كذلك على البصيرة لوحدها ويطلق القلب أيضا على البصيرة لوحدها وقد يطلق العقل على ما تقدم من قدرة الإدراك عند الإنسان بالإضافة إلى البصيرة إذا كان ممن وفق للحصول على البصيرة فهذا هو العلم الذي يدرك عبر الذهن البشري وأما المعرفة المعرفة انطباع لصور المعلوم في مستوى واحد من الإدراك والفاعلية والتأثير في العقل والقلب في الذهن والقلب حينما تنطبع الصورة في العقل في الذهن البشري بمستوى معين وتنطبع بنفسها في وجدان الإنسان بنفس المستوى الذي انطبعت به في ذهنه وحدث التمازج والتفاعل الإنساني الوجداني مع تلك صورة تلك هي المعرفة والشيعي العارف بإمام زمانه ليس هو الذي انطبعت المعلومات في ذهنه عن إمام زمانه وإنما هو الذي انطبعت المعلومات في ذهنه أولا بمستوى من المستويات بحسب منزلة ذلك الشيعي وبحسب القدرات والمواهب التي يمتلكها وانطبعت في وجدانه صورة تنطبع في العقل وفي القلب تلك هي المعرفة الإيمان في درجاته الأولى يتطابق مع المعرفة ولكن حين يرتقي سيكون الإدراك بقوة أخرى فالمعرفة تدرك بالإدراك العام عند الإنسان من خلال التمازج بين مدركات العقل والقلب ومدركات القلب أما الإيمان في بداياته الأولى سيكون معرفة ولكن إذا ما ترقى فإن الإدراك سينتقل من دائرة الذهن والقلب والوجدان إلى دائرة البصيرة والبصيرة شيء آخر ولذا نجد في رواياتنا وأحاديثنا من إدراك للعقائد بالأوهام ومن عدم إدراك للعقائد بالأوهام الأوهام التي تدرك بها العقائد وتتفاعل معها هي أوهام البصائر أما الأوهام التي لا يمكن أن تكون صحيحة هي أوهام قوة الإدراك البشري ما بين ذهنه ووجدانه وحواسه الأوهام في هذا المستوى لا نستطيع أن نتواصل معها لإدراك عقائدنا بينما الأوهام التي هي في مستوى البصائر يمكننا أن نتواصل معها وهذا موجود في أدعيتنا وسنمر عليه اضطررت للحديث عن هذه العناوين كي أفرق لكم فيما بينها لأنها سترد كثيرا في الروايات والأحاديث التي سأتلوها عليكم في هذه الصحيفة أتحدث عن الصحيفة الخامسة من صحائف عقيدتنا السليمة والعنوان شؤون عقيدة التوحيد أنا لا أتحدث عن شؤون الله أتحدث عن شؤون عقيدة التوحيد التوحيد عقيدة فكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط وهذا ما أفعله بين أيديكم بشكل نظري وعملي أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم إمامنا الصادق يحدثنا عن حبر يهودي جاء إلى الأمير يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته ويلك الأمير يقول صلوات الله عليه ويلك ما كنت أعبد ربا لم أره الحبر يقول وكيف رأيته الأمير يقول ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار هذا هو عالم الأوهام الذي نرفضه أما مستوى الأوهام في عالم البصائر فذلك شأن آخر شأن مختلف جدا ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن لا تدركه رأته القلوب بحقائق الإيمان الإمام يشير إلى مستوى الإدراك في عالم البصيرة في عالم البصائر نذهب إلى فاصل في صفحة نفسها صفحة 119 من المصدر نفسه من الجزء الأول من الكاف الشريف الحديث الخامس بسنده عن عبد الله بن سنان عن أبيه يقول حضرت أبا جعفر والد يسأل يسأل الباخر صلوات الله عليه يا أبا جعفر أي شيء تعبد فماذا قال إمامنا الباقر الله تعالى أعبد من الله تعالى قال رأيته قال بل لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان كلام أمير المؤمنين نفسه قال رأيته قال بل لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان ويستمر الإمام الباقر صلوات الله عليه لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس كما مر شرح هذا علينا قبل قليل حينما حدثتكم عن الكيف والأين والحيث وحينما حدثتكم كذلك عن مثال الشمس الحسي الذي جاءنا به إمامنا الصادق مثالا تقريبيا للمضمون الذي حدثنا عنه لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس موصوف بالآيات معروف بالعلامات ما هي هذه العلامات نحن نقرأ في دعاء إمام زماننا في دعاء شهر رجب الدعاء الذي فيه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فبهم 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 ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك إلى آخر الدعاء المقامات الآيات العلامات هم هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فبهم ملأت ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك نعود نعود إلى هذا الدعاء إن بقيت فرصة أو في الحلقات القادمة إن بقيت فرصة في هذه الحلقة فإنني أرى الوقت يجري سريعا الباقر يقول بعد أن قال لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس موصوف بالآيات معروف بالعلامات لا يجور في حكمه ذلك الله لا إله إلا هو قال والد عبد الله بن سنان يقول فخرج الرجل وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته أنا لا أحدثكم هنا كي أحتج على منكر لله ولا أحدثكم هنا كي أبرهن بأدلة على وجوده على أحديته ووحدانيته أنا لست في مقام الاستدلال في مواجهة الذين ينكرون هذه العقيدة أنا في مقام شرحي وبياني عقيدة التوحيد بحسب ثقافة العترة الطاهرة وهذا ما بيّنته لكم في أوائل شهر رمضان من أنني لست في مقام الاستدلال والمحاججة أنا في مقام الشرح والبيان كي أضع حدود خارطة عقيدتنا السليمة بحسب ثقافة العترة الطاهرة قد يأتي استدلال هنا أو هناك ليس مقصودا هو جزء من الشرح والبيان ولذا فلا تتوقع مني أن أناقش فلسفة معينة تشكك في وجوده سبحانه وتعالى أو أنني سأقوم بمناقشة ما يسمى بفكر الإلحاد في زماننا هذا أنا لست بصدد الحديث في هذه الموضوعات غاية أن أشرح عقيدتنا السليمة وفقا لثقافة العترة الطاهرة أذهب بكم إلى الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئة من الكتاب الذي بين يدي الحديث الحديث السادس بسنده عن محمد بن حكيم يحدثنا عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه محمد بن حكيم يقول كتب أبو الحسني موسى بن جعفر صلوات الله عليهما إلى أبي الإمام كتب إلى والدي محمد بن حكيم ماذا كتب له أن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك هذه مشكلة حدثت أيام إمامنا الكاظم نشأت عقيدة تجسيم وتجسيد في أجواء كبار صحابة الإمام الكاظم هذا موضوع جانبي لسنا بصدد التوغل فيه لكنني أردت أن أشير إلى هذه المعلومة ولو بشكل مقتضب كي تعرف إلى أي شيء يشير إمامنا الكاظم هنا حين يكتب رسالة إلى والدي محمد بن حكيم عادة الأئمة لا يكتبون الرسائل إلا إلى أشخاص مهمين أو بسبب أحداث مهمة أو أن سؤالا خطيرا وجه إليهم بشكل كتبي ولذا ماذا يقول محمد بن حكيم كتب أبو الحسني موسى بن جعفر إلى أبي أن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته لا تستطيع العقول ولا الوجدان ولا الحواس ولا الإدراك البشري ولا البصائر أن تدرك كنها صفته فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عن سوى ذلك فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك هذا الذي أشرت إليه في بداية حديثي في هذه الحلقة من أننا إذا ما رجعنا إلى ثقافة أئمتنا في عقيدة التوحيد هناك أحاديث تنهى عن الوصف وهناك أحاديث تأمر بالوصف الأحاديث التي نهت عن الوصف نهت عن الوصف بحسبنا بحسب مداركنا والأحاديث التي أمرت بالوصف أن نصفه بما وصف به نفسه عبر قرآن محمد وآل محمد المفسري بتفسيرهم وعبر حديثهم المفهم بتفهيمهم من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم هذا القانون لا بد أن يكون شاخصاً أمام أعينكم أمام عقولكم أمام قلوبكم أمام وجدانكم أمام بصائركم إن كنتم من أهل البصائر يا ليتنا يا ليتنا كنا من أهل البصائر ماذا نصنع لقذارات الثقافة الناصبية التي حقنها في عقولنا أولئك الأغبياء في حوزة الطوس في النجف والتي حالت فيما بيننا وبين أن نكون من أصحاب البصائر هذه القذارات والنجاسات العقائدية التي جاءونا بها من سقيفة بن ساعد تحول فيما بيننا وبين أن نكون من أصحاب البصائر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول فصفوه الحديث عن الله سبحانه وتعالى فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك وفي الحديث السابع أيضا عن إمامنا موسى بن جعفر يحدثنا المفضل بن عمر يقول سألت أبا الحسن إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه سألت أبا الحسن عن شيء من الصفة من الصفة بحسب مداركنا بحسب المقايسات وفقا لصفات المخلوقين مما تذهب إليه عقيدة السقيفة بني ساعدة ومما وقع فيه بعض كبار الصحابة من أصحاب إمامنا موسى بن جعفر في عقيدة تجسيم وتجسيد وتشبيه المفضل يقول سألت أبا الحسن عن شيء من الصفة إمامنا الكاظم وضع حدا فاصلا فقال لا تجاوز ما في القرآن وانتعينا لا تجاوز ما في القرآن ولكن عن أي قرآن يتحدث باب الحوائج يتحدث عن قرآن بايعنا عليه في بيعة الغدير عن قرآن مفسر بتفسير علي وآل علي عن قرآن يقترن بحديث علي وآل علي كما في حديث الثقلين إنه حديث مفهم بتفهيم علي وآل علي إنها بيعة الغدير أتلاحظون أن مضمون بيعة الغدير يلاحقنا في كل حرف من حروف الصحائف العقيدة السليمة كم هو حجم الخيانة إذن خيانة الشيعة لمضمون بيعة الغدير والسبب النجف 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 هذا البلاء العظيم النجف 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 بلاؤنا من هناك الطوسي 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 مراجع النجف مراجع النجف مراجع النجف البلاء من هناك فإمامنا الكاظم وضع لنا حدا فاصلا واضحا لا تجاوز ما في القرآن أي قرآن إنه قرآن بيعة الغدير ما هو هذا القرآن هل هو قرآن جديد قرآن بيعة الغدير هو قرآن محمد وآل محمد هو الآيات البينات المخزونة في صدورهم والمفسرة بتفسيرهم هذا هو قرآن بيعة الغدير من هناك نأخذ التفسير من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فبهم فبهم بهم كما في دعاء شهر رجب فبهم فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت هذا على مستوى التكوين أما على مستوى التشريع فبهم فبهم ملأت عالم التشريع عالم التدوين عالم الفكر ملأت سماءها وأرضها حتى ظهر أن لا إله إلا أنت للحديث هي صلة نكتقي غدا إن شاء الله تعالى لكنني قبل أن أذهب بكم إلى تذكرة البرنامج سنذهب معا في أجواء هذا الفاصل من مقاطع دعاء الجوشن الكبير